يمكن بعض الأباء أطلقوا على الأصحاح 12 من سفر روميا المؤمن والحياة اليومية يمكن ليه المصطلح ده أو العنوان ده الأباء حطوه لو أخدنا بس فكرة عامة عن الأصحاح 12 قبل ما نقف عن المحب في الأصحاح 12 من أول آية لحد آخر آية كل دي تعاليم يمكن بيعتبروا هذا الأصحاح هو دستور المسيحية كلها أبارة عن وصاية أو توجهات لكل إنسان لو عاش بيها يقدر أنه يستفيد وأيضا يفيد الآخرين بمحبة ربنا يقدر يستفيد ويفيد الآخرين يقدر يعيش كل آية مكتوبة في روميا 12 المحبة حياة نقدر نقول عليها كده يعني لازم تعاش مش إنها تدرس ولا تتقل المحبة هي الصفة الوحيدة اللي ربنا إداها للإنسان يمكن صفات كتير لكن الحياة محبة ربنا خلق القلب عشان يحب عشان يحب محبة تكون محبة فيها بزل محبة فيها تطحية فيها عطاء فيها شعور بالآخر يمكن ربنا إدانا علشان خاطر مش لنفسي ولكن عشان خاطر أقدر أفيد الآخرين وأعطى الآخرين لكي يفيدوني أنا أيضا ربنا خلق الإنسان عشان يحب الحياة دي نحطها بينك وصديني النهاردة لأن لو القلب عرف إنه يحب يبقى هيعرف يصلي يبقى هيعرف يرنم يبقى هيعرف يقدم يبقى هيعرف يخدم لكن لو ما فيهوش محبة أكيد مش هيعرف يعمل حاجة محبة ربنا لنا كانت من غير قيود ومن غير شروط لكن إحنا دايما محبتنا مشروطة حتى لو بنقدمها للآخرين ليه إحنا كده يعني ليه دايما بنحط قيود وشروط على محبتنا للناس عشان خاطر إحنا بنحط إن أنا عايز بمنطق العالم هاتو خد أنا عايز إن أنا زي ما ببادلوا بمحبة لازم هو كمان يبادلني محبة زي ما أنا بعمل معه شيء لازم هو يرد هذا الشيء ولكن سيد المسيح مقالش كده قال إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشان والزناه يفعلون هذا في إنجيل معلمنا لؤة إصحاح 15 أول آية بيقول فيها عن السيد المسيح إن الفرسيون والكتبة لما أتقابلوا مع المسيح قالوا له كده قالوا له أنظر هذا إنه يجلس مع العشارين والخطاء فلازم المحبة تكون نبعة من جوه ولازم تكون هدفها إن أنا بتعامل مع شخص المسيح الموجود في الشخص القدامي حتى لو قدمني إساءة أنا بحترم وبحب المسيح اللي موجود جواه إزاي أحافظ على كرمتي وفي نفس الوقت أقدم محبة في إساءة وفي إهانة أو في ضرر بيقع علي من حد وفي نفس الوقت المسيح أوصاني بإني أقدم محبة إزاي ممكن أفصل ده أقدم محبة لكن في نفس الوقت من غير ما أنا أتأذي أو أحس إن كرمتي بتتجرح حتى لو أنا تأذيت حتى لو الطبيعي إن أنا ممكن أنا بقدم محبة لكن ممكن القصادي ما يفهمهاش ممكن القصادي ما يدركهاش ممكن القصادي ما يحسش بيها وإحنا كتير ما بندركش محبة ربنا الحقيقية لنا يمكن إحنا بنحب على قدنا يعني الطفل بيحب أبوه أمه لما تيجي تشاوريله بتحب بابا أمه يقولك آه دي كت الحركة دي حركة الصليب إن أنا بحب بحبكم زي ما المسيح حبنا إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية فإحنا واجب علينا نحتمل ضعف الضعفاء واجب علينا إن إحنا طول ما أنا بحب طول ما أنا بغفر طول ما أنا بحب وبعد كده مش بحب بواحد لأن شكله لطيف أو شكله جميل أو لما لقي طفل جميل أبدأ إن أنا ألعبه وأخذف حضني تمام لكن لما لقي طفل قد يكون نسبة الجمال بتاعته ضعيفة شوية أنفر منه أنفر منه وأبعد عنه بالعكس ده ممكن يكون هو ده كمان محتاج إن هو يشعر بالمحبة محتاج إن أنا أخذه في حضني وإني أنا أحسسه بقيمة المحبة المسيح حب الناس كلها قد إيه بتغير يعني الجزئية دي حضرتك بتقول ممكن يكون الطفل ده محتاج الطفل والكبير وناس كتير قوي بتبقى مفتقدة ده مفتقدة الحضن مفتقدة التبطبة مفتقدة الكلمة الحلوة اللي بتتقل لها مفتقدة إن إحساسها إن في حد بيحبني فكرة إني حاسس إني منبوذ أو مكروه أو ناس بتبعد عني يمكن بتوصل بعض الناس لإنها تتخلص من حياتها وللانتحار دي درجة عالي أو دلوقتي إن كل واحد دلوقتي بفكر في نفسه بس أنا بفكر في إن أنا اليوم بيعدي إزاي أنا محتاج إن أنا يعني أشوف الوقت بتاعي لكن لو أنا سألت على فلان لو أنا النهاردة كلمته ده حتى النهاردة أبسط الأمور لو واحد عنده فرح ممكن ما روحش بس أبعت رسالة على الواتس النهاردة بقت الناس ما عندهاش المشاعر اللي هي أو إحنا النهاردة ما عندهاش المشاعر اللي هي الفياضة اللي لأ أنا معاك لحد ما انسخارة كميل فهمش معا ميلين لازم أقدم الحب للكل كان فيه مدرس في المدرسة في بلد المدرسة دي كان فيها بيض وسؤود فالطفل الأسود سأل المدرس فقال له المسيح جيه كان أبيض ولا كان أسود فالمدرس بصر للطلبة الطلبة فيه منهم بيض فيه منهم سود مترقبين الإجابة بقى طبعا يا طرح المسيح لو كان أبيض يبقى جيه للبيض لو المسيح كان أسود إذن جيه للسود فقال له المسيح كان أبيض بس شمس فلسطين لوحته يعني قدته بشرة السمار كمان فجيه للبيض وجيه للسود جيه للكل هكذا أحب الله العالم ما حبش فلان وفلان لأ أحب الكل إدى للكل يمكن أبونا في القداس بيقول أحبهم إلى المنتهى المنتهى دي لحد إمتى؟ ما فيش أنا حتى لما بنغلط ونرجع لربنا نلاقي ربنا فتح أحضانه أنا ما زلت بقى أحبك محبتنا لبعضين محبة متغيرة بتزيد وتقل على مقدار المزاج وعلى مقدار المصالح المصالح اللي بنا لكن محبة ربنا لينا محبة سبتة لا تتغير حتى لو إحنا أخطأنا لما نبص نلاقي الإبن الضال كان أولى مين اللي يجري الإبن أنه هو يجري لكن أول ما الأب لامحه الأب رقد وجري وراح لابنه وخده في حضنه يمكن لو لقينا فيه حد مش نظيف شوية ممكن ما ناخدهش في حضننا ما نسلمش عليه قوي كفاية السلام باليد وممكن نكسفه كمان يعني إحساس الإحراك ده مكانك كده أقف مكانك لحد هنا تمام؟ ما ينفعش أنك تخش المكان تمام؟ لكن السيد المسيح لا ده رح واخده في حضنه المسيح في مرة لقى واحد عنده برس يمكن في بعض الناس لما تلاقي مثلا حد عنده مرض أو عنده أي شيء تخاف تسلم عليه تخاف تقرب منه المسيح رح للراجل واللي عنده برس وراح حاطت إيده على كدفه وراح حاطت إيده على إيده وبدأ طبطب عليه وبدأ يشفيه الراجل فرح مش فرح أنه خاف لكن فرح أنه في حد قدر يتفاعل معه قبل ما يخاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر